الكتاب 254 موت طفلين في أرساخ الشأن الأرمني بقلم آرس وفاليان المقالة واحد موت طفلين في أرساخ ناغورنو غارباغ بقلم آرس وفاليان حصار ظالم دام حتى الآن سبعة أشهر كانت آثاره كارثية على الأرمان من الذين بقوا في أرساخ ناغورنو غارباغ وهذا يؤكد بأن الإبادة مستمرة الحرب كانت مفاجئة وغير متوقعة لقد تشتتت الأسر فالزوج في هذه الأسرة يعمل في الجانب الآخر من الحدود وقد علق حيث هو ولم يتمكن من العودة إلى بيته ولم يعد هناك اتصال بينه وبين زوجته وأولاده لقد حاول الكثيرون العودة لتحرير أسرهم ولكن تم اعتقالهم وتعذيبهم وزج بهم في السجن واتهموا بأنهم جواسيس ومخربون وتم القبض عليهم بالجرم المشهود وهذا هو حالنا وهذه جريرة الفساد والفاسدين الذين نهبوا المال العام وأفسدوا الجيش وسرقوا المخصصات والتبرعات التي جمعت لشراء السلاح فوقعنا في المصيبة التي نحن فيها الآن بعد أن كانت أرمينيا قوية وجيشها يرحب العدو ويخيفه وهو الأفضل فصار الآن لا شيء ولم تتم محاسبة اللصوص والمفسدون وحمل الوطن والفقراء الوزر والتبعات الشائعات التي تم الترويج لها ومن أعلى المستويات أن قوات الفصل الروسية تقدم إعانات غذائية للأرمن المحاصرين في أرزخ ولكن هذا مجاف للحقيقة فهذه القوات تستلم المساعدات من الطرف الأرمني للحدود لتسلمها لأرمن أرزخ مشترطة بأن يكون بأن تكون وصائد النقل هي شاحنات الجيش الروسي وتتقاضي وتتقاض بدل شحن ما قيمته عشرة ألاف دولار للنقلة الواحدة قبل تحريك أي شاحنة وإلا والآن في أرساخ جوع تناهى إلى علم أم الطفلين السيدة فيرا ناريمانيان أن هناك توزيع للمساعدات التي وصلت حديثا من الطرف الأرمني للحدود فتركت ولديها ليو وجيتا ثلاثة سنوات وست سنوات تركتهم في البيت وذهبت في محاولة للحصول على أي شيء يبقيها هي وأولادها على قيد الحياة ويبدو أنها لم تجد من تتركه معهم ولم تقفل عليهم باب البيت وعندما عادت لم تعثر على الطفلين واستنجدت بالحرس المدني الأرمني وتم تكثيف البحث عنهما بدون جدوى إلا أن نعثر عليهم في سيارة بعيدة لا يعرف كيف وصلوا إليها وماتوا فيها مختنقين بسبب ارتفاع الحرارة فيها بتأثير الشمس وعدم وجود منفذ للهواء قالت الأم لا أعرف كيف سأقضي ما بقي ليه من الحياة بدونهما هذه مصيبة لا أقوى على تحملها وصرح وزير الخارجية الأرمني أرارات ميرزويان بأن هذه الحادثة واحدة من الحوادث المفجعة التي سببها الحصار الغاشم ولا ينبغي التسامح معها ولم يلحظ أي اهتمام عالمي بالرغم من أن الضحايا من الأطفال الأبرياء هكذا قرروا بأن هذه الأرض لهم وأصحاب هذه الأرض عاشوا فيها منذ ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد وهؤلاء اللصوص غزات وصلوا بالأمس القريب من صحارة منغوليا وترك منستان ونفزوا مجازر بالأرمن وروعوهم وقرروا أن هذه الأرض أصبحت لهم واليوم قرروا أن من بقي من أصحاب هذه الأرض لا يحق لهم الحصول على أدنى فرصة للبقاء على قيد الحياة وهكذا فلقد حطمتنا الإبادات وجعلت منا أقلية وزاد من مصائبنا حفنة من اللصوص أهمل درع الوطن فبقي الوطن بلا درع أرس وفليان كاتب إنساني وباحث في شأن الأرماني 14 7 2023 و23 ترجمة نانسي